هذا الهاتف جديد وإذا أردنا الدخول إلى متجر جوجل بلاي لا بد من إدخال حسابنا الجيميل أو إنشاء حساب الجيميل جديد وهذا ما سوف أشاركه معك في هذا الفيديو إذا كان لديك هاتف أو قمت بعمل فورمات للهاتف ولا تستطيع الدخول إلى متجر جوجل بلاي فهذا الفيديو لك أنت سوف تستفيد منه كثيرا لأنني سوف أترك لك أيضا في صندوق الوصف طريقة تحميل متجر جوجل بلاي إذا لم يكن موجود لديك على الهاتف أو تم حدفه بطريقة ما من هاتفك على نظام الاندرويد سوف نقوم الآن بالدخول إلى متجر جوجل بلاي كما تلاحظ الآن لا نستطيع الدخول إلى متجر جوجل بلاي رغم أنه لدينا الويفي هنا كما تلاحظ يعني شغال وهنا كما تلاحظ أن لدي الهاتف باللغة الإنجليزية أنت يمكنك استخدام اللغة العربية هنا تكون مكتوبة البدء كما تلاحظ نضغط هنا على البدء وهنا كما تلاحظ يمكنك إدخال حساب الجيميل إذا كان موجود لديك وإذا لم يكن موجود لديك حساب الجيميل وتريد استخدام متجر جوجل بلاي أول مرة هنا نضغط في الخانة الثانية create account نضغط عليها بهذه الطريقة وهنا يطلب منك هل تريد حساب تجاري أم حساب شخصي وهنا نختار for my personal is وهنا يطلب منك أدخال الاسم الأول وهنا في الخانة الثانية الاسم الثاني وبعد إدخال الاسم الأول والثاني هنا نضغط في الأسفل next وهنا يطلب منك تاريخ الميلاد سوف أقوم بإدخال تاريخ الميلاد وأكمل الفيديو وهنا بعد إدخال تاريخ الميلاد في الخانة الثانية نضغط على هذا السهم ونختار رجل أو امرأة أنا رجل سوف أختار رجل وهنا في الأسفل نضغط مرة أخرى على next وكما تلاحظ هنا جوجل يقترح علي اثنين من الحسابات سوف أختار واحدا منهما وهنا في الخانة الثالثة يمكنك إنشاء حساب باختيارك أنت حسب الاسم الأول أو الثاني أو كما تريد أنا سوف أختار أول حساب كما تلاحظ بهذه الطريقة وهنا في الأسفل نضغط على next وهنا كما تلاحظ يطلب منا اختيار كلمة sir يجب إدخال كلمة sir قوية لكي لا يتم اختراق حسابك على gmail فلا بد من تذكر ال password وكذلك كتابتها في مذكرة أو note وكما تلاحظ بعد إدخال كلمة sir وهنا نضغط على next مرة أخرى وهنا كما تلاحظ يطلب منا رقم الهاتف إما أن نقوم بإدخال رقم الهاتف وربطه بحسابنا الجيميل لاسترداده في حالة تم فقدان الهاتف أو ضع منك الهاتف أو يمكنك فقط الاعتماد على كلمة sir وحسابك الجيميل لكن لا أنصح بذلك من الأفضل إضافة رقم الهاتف وفي النهاية نضغط هنا على next كما تلاحظ يطلب مني رقم الهاتف لا بد من إدخال رقم الهاتف وهنا بعد إدخال رقم الهاتف نضغط على next وكما تلاحظ تم إنشاء حساب الجيميل بكل سهولة وبهذه الطريقة يمكنك استخدامه في جوجل بلاي كذلك على جوجل كروم وفي جوجل لتصفح المواقع ويمكنك تحمل التطبيقات والمتاجر هنا في النهاية مرة أخرى نضغط next بعدها في هذه الصفحة لا بد أن نوافق على الشرط والأحكام وأنا أعرف أن لا أحد يقرأ منا هذه الشرط فقط ما عليك إلا التمرير إلى الأسفل والضغط على قبول والآن كما تلاحظ تم إنشاء حساب الجيميل للدخول إلى جوجل بلاي بكل سهولة وهنا مرة أخرى في النهاية نضغط على accept فما عليك إلا الضغط على next أو accept أو أي شيء هنا accept مرة أخرى والآن دخلنا إلى متجر جوجل بلاي ويمكنك تحميل التطبيقات المهمة فقط بالطريقة التي شرحت لك إنشاء حساب الجيميل بطريقة سهلة وبسيطة أما إذا تعذر عليك إنشاء حساب للدخول إلى متجر جوجل بلاي لا تنسى أن تخبرني في التعليقات حتى يستفيد الجميع وأقوم بإنشاء لك حساب على الجيميل إلى هنا ينتهي هذا الشرح لا تنسى لايك لهذا الفيديو وادعمنا حتى نقدمه دائما الجديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته ترجمة نانسي قنقر